قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الحكومة لا يمكنها مساعدة الجميع في أزمة تكاليف المعيشة الحالية وإن عليها أن تظل حكيمة في إنفاقها لتجنب تأجيك دوامة تدخم أقر جونسون بأن الحكومة لا تستطيع على الفور تقديم دعم كافي لتعويض ارتفاع التكاليف لكنه قال إنها تعقف على التعامل مع الأسعار على المدى المتوسط والطويل وأقر جونسون في تصريحات إعلامية بأن المساهمات من دفيع الدرائب لن تكون كافية للمساعدة على تغطية تكاليف الجميع مضيفا أن الحكومة تدرس تقديم الدعم للأسر التي تحتاج إلى استخدام مستويات عالية من الطاقة